مختصون في الفلاحة على أهمية مرافقة الإعلام الاستراتيجية أو للإستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية القطاع مؤكدين على هامش دورة تكوينية للصحافيين نظمتها الغرفة الوطنية للفلاحة أن قطاع الفلاحة وكذلك قطاع الصحافة شركان مهمان في هذا القطاع أكثر تفاصيل معاد الغضبان كغرفة فلاحية أيضا لمرافقتكم أنتم الإعلامين بتنظيم هذه الورشة لتكون بداية لوضع استراتيجية وطنية للإعلام الفلاحي ليكون حلقة وصل رئيسية بين القطاعات الفلاحية المختلفة ويشكل مرآة حقيقية تعكس التطور الذي يشهده القطاع بالإضافة إلى نقل هموم ومشاكل الفلاحين فنحن أردنا من خلال هذه الورشة أن نؤسس نؤسس لإعلام فلاحي في المستقبل نؤسس لنادي كلاب دي جورناليست في مجال الفلاحة يكون هذا النادي في الغرفة الفلاحية وليست الدورة التكوينية أو الورشة الأولى ستكون ورشات وأيضا إن شاء الله ستكون خارجات ميدانية في الميدان لماذا؟ لأن الفلاح هو في حاجة إلى مرافقة الإعلام والصحافي لكي يعطيه انشغالاته ولكي أيضا يبلغ رسائله لأن الصحافي كما هو يغطي نشاطات الفلاحين هو أيضا آدات لرفع انشغالات الفلاح للسلوطات العليا ترجمة نانسي قنقر